المؤتمر الوطني زمان بتاع الصحافة دية وكان قاعد مع الوالي الفلولي القاحات الفلولي بتاع مدني سكرانينج واليوم كله في مدني فيصل دا عمل جريمة حرب ودى أولادنا للإمارات وطلع في مؤتمر صحفي قال احنا ما عندنا مسؤولية معهم بس الليلة طلع قال شنو فيصل كان قبل أيام كده كاتب لهم مغالس طوله 6 كيلو لعل لمصاريف وإحنا ولن تنتهي ودعات الحرب ويعمل لك فعل ود مسكين وفاهم كده وصل الحمار سي يعني من أحمر الحمير في السودان فيصل محمد صالح دا لماذا خلق الله حمدوك دا سؤال ذات وجودي لكن فيصل دا حمار حمار دار سريج بس والله ما منفع في أي حاجة بس تدي سريج بس شابكنا دعاة الحرب تتلف صوتك حس الليلة دي حسب الكتمة حسب الكتمة قام قال لا شكوك كبيرة في قدرة الدعم السريع على إدارة المناطق التي يسيطر عليها شكوك كبيرة الشكوك دي شنو دي تشاكي في شنو والدعم السريع الحتة اللي بيقعد فيها لا فيها موية لا فيها كهرباء لا فيها بيمشي بيسرق من ناس الغرية واحد يجيبه لناس الغرية اثنين بكرة الصباح يمشي يسرق من ناس الغرية ثلاثة يوديهن للغرية واحد بعد بكرة بيمشي بيسرق من ناس الغرية ستة يوديهن لناس الغرية أربعة يمشي بعد يومين يسرق من ناس الغرية واحد ذاتهم يرجع ثاني رفاع يشيله يوديها للغرية أربعة من أربعة ما في موارد ما في دخل فهو قال يا أخي والله في شكوك كبيرة جبان باطل يتمدين زي الأمم المتحدة مهدانة أمم المتحدة قالت الدعم السريع في المناطق سيطرته بمارس هس عندكم هويوم الرئيس رافع ورقة فيها ثمانية ألف مختصبة ومبارح واحدة من المنظمات جابت أربع بنات مختصبات جابت منظمة تحب عليكم قال الشكوك كبيرة الشكوك كيف هم جاهدين في أبغوطة بيكتلوا في الناس اتدار تعمل شون هي اتدار أوضح من كده حقيقة شنو دار أوضح من كده حقيقة شنو اسرق البنزين اسرق الزيت بتاع المحاولات ما عنده خلاص الدكاكين سرقوا كل الفيسوق الحصحيسة وأكلوها هم كيش شعلوها ودوها لحتات اشتربيها كيكل كم نفر كيكل ده محاصر والمعاو محاصرين شنو شكوك كبيرة هم بعد ما شكيتوا الشكوك الكبيرة دي نعمل لدعام شنو دي سؤال المهم قال شكوك كبيرة في قدرة الدعم السريع للسيطرة على مناطق سيطرته أو إدارة الحكم في مناطق سيطرته ويحكم كيف يعني إحكم كيف إذا كان مدني طلع منها ثلاثة مليون مواطن الدعم السريع بيحكم بيوت فاضية الدعم السريع بيقدر يفتح مدارس ويعمل هيكلة تعليمية وتنظيمية شنو يحكم ويدير دي تفاهم شنو فاهمك للإدارة شنو صالق لكتب تعملها مع حمدوك وده أصدر الرئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرار من اللجنة وإحنا يا أخوان نحنا قايا ممكن نسمع كلام الصحفين هناك فضلت دي هناك ألعبط الكتب تساوي دي تقير راح وكزير علم الدعام عندهم حاسما أم قرون والقاحات عندهم حاسما مجدود مجدود دي زي فيصل دا دي اسما الرحاب ديك حمدوك زاتو رفتها وشوش واقعة شاهت الوجوه غميئين صواتهم زاتا غميئة ممكن نسمع السؤال هناك الله ينعل أبوك لأبو اليوم اتجابك زاته أها دار شنو هسي وقال في شكوك وهو بعدين أها بعد ما شكيت وهي يعني شنو خلاص بيجلت تتمصلوا بفيصل إت عليك بلاغ بتاع إرهاب سكت أولادنا بتاعين المقاومة معاك الإمارات كانوا موظفين في شركات حراسة في الإمارات والديتون اللي محرها ست مواقع عسكرية في ليبيا في مواقع الهجوم المتقدم والبلاغات اتفتحت في المنظمات ويتت سبتوها حسن البلاغات تتفتح التشريك معاك حمدوك ومكتب العمل تتبلوا لما ميتينك ونطلع أبقى راجل أفتح بلاغتك دي تاني يا صالوق إنت وقت الرجال بيتكلم وحسي تسكوا ترجمة نانسي قنقر